السلام عليكم اهلا و اغلى المتتبعين ديالشيوات ام العربي وصفة اليوم هما واحد اللي تخون شالبنات كي يجو حسن من ديال الباتيسري مقادر متوفرة في كل بيت فانتمنى يروقوكم وينالوردة ديالكم وتجربوهم وتردو علي الخبار فهي وصفة رائع بزاف ندوز المقادر وطريقة التحضير وشكرا لكم جميعا نحن نضيف المقادر المقادر التانية نحتاج 3 بيضات 3 معالقة الزيت 3 معالقة السكر 3 معالقة الحليب مكونات 4 معالقة ديال الدقيق ومالقة ديال كاكاو المور وكيس ديال سكر فاني وكيس ديال خميرة الحلوة هاد المكونات غنضيرها في الخلاط الكهربائي وماشي كلها طبعا يعني غنضير الزيت الحليب السكر فاني وغادي انخلطهم مزيان مزيان سوف نضيف الدقيق والكاكاو والخمارة سوف نخلط هذه المكونات مزيان سوف نتابعوا الفيديو ومن بعد سوف نضيفه في واحد الطاوة يتلبسوها بورق الطبخ يمدنوها غير بالزبدة سوف نضيفه بورق الطاوة سوف نضيفه الجنواز نضيفه جنواز الثاني سوف نضيفه بورق الطاوة سوف نضيفه بورق الطاوة سوف نخرجها ونعود المكونات ونقوم بتنسل المكونات اضيف الجنواز الثانيه ونقوم بورق الطاوة وندخلها بورق الطاوة ونقاددها ونقدرها لنقوم بورق الطاوة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة نضيف الكريمة 500 ملل قشدة علبة شانتي نضيف الكريمة حمد المطبخ نضيف الكريمة نضيف الكريمة والشانتي نضيف الكريمة نضيف الكريمة ثلاثة المعالقة مع السكر ثلاثة المعالقة خلط المرد ثلاثة المقادة ثلاثة المعالقة تقضيل الكيموت في الجميع اشتركوا في القناة سوف تعملين عن طريق مصر فاق الطريق ادرى لتحضل الرمز سوف نسق المصار واقع بمسرط سوف نسق المصار بالماء الماء و السكر والقهوه سريعة سوف نسق المصار وزيئ للأسف شكرا لك سوف نسقي الجنواز الأولى سوف نسقي الجنواز الثانية سوف نسقي الجنواز الامر نضيف القرنة نضيف الماء لدينا كالروب الماء معلق كبير بودرة شانتية ومعلق كبير الزيت طيبة نضيف الزيت نضيف 150 غرام شوكولات الأسود نضيف 150 غرام شوكولات الأسود نضيف 50 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 غرام شوكولات الأسود حتى يبرد لي القلاسج مزيان ونطلق هنا من بعد ما برد لي هذك القلاسج فقد نحاول دبا نحيد الإطار فكننا ناخد غير واحد السكين وكننا ندوزه على الحواف ديال الإطار سوف يكن نهز الإطار ديالي بكل سهولة كيكون دغياء يتهزلي ها هو غادي ولي عدنا دبا الجنواز ديالي ولا الكاك جاهزة فغادي ناخد واحد السكين كيف كتشوفو خديت واحد المنشار هنا يا يكون منشار وغادي نحاول نقطع الجنواز ديالي اول الكاك ديالي على ديت خونش القياس اللي بغيتو انتو مية فهنا را درتو مكبار شوية إلا نقصتو من ما تدلوش بحالي را تخرج لكم كتر من اللي خرجت لي انا فانا خرجت لي عشرة فممكن انتو متخرج لكم حتى ال 14-16 مورسو انا يا درتو مكبار شوية سبحان الله كل شي عزيت علي كبير فهنا غادي نحاول نقطعهم هنا يا ديت خونش او لمستا طيلاز ومن بعد غادي ناخد واحد البوش اللي ندير ناخد عم ندير فيه الكريمة من الكريمة اللي درت في الواسط خليت واحد شوية هو اللي غادي نزين به دابا الوجه ديال ديالي تخونش ديالي فغندير هاكا وريضات من الفوق على هات شكل حتى نكملهم كاملين وغادي ناخد شوية ديالي السوريز كون فيه وغادي نزين بهم حمرين من الفوق باش يخرجوا ليا داك اللون ديال الشوكولات وهاديك الكريمة هنا غادي ندير هادو كليسو غيز من الفوق سوف يو هادو همالي تخونش ديالنا فانتمنى يرقوكم وينالو الردة ديالكم أخواتي هنا من بعد مازي ينتهق سوف يقعد ديتها فهذا هو الشكل نهائي ديالي ها كيف كتجي رائع شوفوا البناس كيف قلت لكم راجوش طبقة ديال الجنواز وجوش طبقة ديال الكريمة لان ذاك المقطع اللي مشالية فالطريقة سهلة كنديرو طبقة الليولة جنواز ونسقيوها ومن بعد الكريمة من بعد جنواز ونسقيوها واخير حاجة هي الكريمة ومن بعد كنديرو داك القلاسات كيف شفتم معايا فانتمنى منكم اخواتي تعونوني بلايك الفيديو واشتراك في القناة بجدائما توصلوا بكل جديد وهذا اللي تخونش ارقوكم وتجربوهم لانه فعلا كي يجيوا رائعين وهذا كالقلاسات اللامع من الفوق خاطير البنات والله لا خاطير غير جربوه اردو علي القبار واتلقوا في فيديو جديد بحول الله